وسائل التحرش أحياناً تكون كلمات أحياناً الرسالة يرسلها بالواتساب أو بالسوشال ميديا مثلاً رسالة بالفيسبوك ولا في تويتر والإنستغرام ولا في يعني أي قناة من قنوات التواصل الاجتماعي يكون فيها نوع من التواصل والألفاظ المستخدمة في الرسائل يكون فيها نوع من التحرش والتحرش إما عاطفي أو جنسي يعتمد لكن في الأخير هو تحرش وهذا طبعاً كله مجرم بالمناسبة يعني إحنا مثلاً في القوانين داخل دولة الكويت من عام 1960 يعني في الكويت قانون الجزاء عندنا يعني تقولون صار لحين 70 سنة القانون يجرم الزنا ارتكاب الزنا ويجرم اللواط اللي هو الشذوذ الجنسي بنص المواد الموجودة 194 و214 إذا ما خانتني الذاكرة ويجرم شوفوا القانون لكويتي حقيقة فيه ميزة يعني يجرم الزنا ويجرم اللواط بعدين راح إلى مستوى أقل اللي هو يجرم هتك العرف ثم راح إلى مستوى أقل وهو تجريم التحرش اللي أنا قاعد أقول لكم عنه الحين فتجريم التحرش في القانون يعتبر رقم أربعة والآن مؤخرا من سنة تم استحداث قانون جديد في تجريم التحرش الإلكتروني فصار عندنا خمسة قوانين كلها تصد في حماية المرأة وحماية الرجل في قضية التحرش ليش؟ لأنه العرض قضية أساسية يعني خاصة إحنا كمسلمين بالنسبة لنا العرض قضية مهمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم تخيله في حجة الوداع يعني حجة الوداع يعني هذه آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم وآخر لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تخيله فمعنات المفوضة الكلمات اللي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم كلمات مهمة جدا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم شوفوا العرض اللي هو موضوعنا اليوم التحرش تحرش بالمرأة وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى آخر نص الخطبة لين تتعرفونها فتخيلوا في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا خطاب عالمي للمسلمين أنه ترى العرض مهم وحماية العرض أهم ولذلك لا بد يكون عندنا أنظمة وعندنا قوانين تحميل مرأة من التحرش فيها طبعا نسبة تحرش الرجال للنساء أكثر من نسبة تحرش النساء للرجال ولذلك موضوعنا اليوم موضوع التحرش في المرأة الآن كيف تحميل مرأة نفسها من التحرش طبعا في وسائل كثيرة وفي روايات كثيرة وفي أحاديث كثيرة وفي أدوات كثيرة هنا طبعا أكو مسألة لازم نفرق فيها السؤال هل هذا المتحرش متحرش دايم متكرر أم هو متحرش لمرة واحدة نسميه متحرش عابر يعني المرأة قعد تمشي في السوق وواحد من الشباب رمى عليها كلمة فيها تحرش عاطفي مثلا هذه يعني مرة ما رح تتكرر فإحنا نفرق بين نوعين من التحرشات تحرش لمرة واحدة أو المتكرر طبعا هذا له وسائلة وهذه وسائلة إذا لمرة واحدة المرأة عندها خيارين أما أنها تسكت وتمشي فرح يفهم هذا الشاب أو الرجل أن هذه المرأة ما هي مرأة لعوب وبالتالي يحترمها ويقدرها وسلام عليكم وانتهى الموضوع فهذا يسمونه الرد بالصمت أو الرد بالتجاهل وهذا حل من الحلول في التعامل مع المتحرش هذا أولا فيه اختيار ثاني أنه لا ما تسكت حتى لو مرة واحدة وإنما تعطي العين الحارة تخلي عينها بعينه وتنظر له نظرة مثل نظرة البومو نظرة ثاقبة اللي هو المفروض يرتعد منها مفروض زائد أن تبين اللغة لغة الوج أنها في حالة غضب وما يمنع أنها تتلفظ بألفاظ يعني قوية شوي احترم نفسك استحلويهك اتق الله يعني فيه ألفاظ معينة اتحسسة أن تأدب أحسن لك ومش محترم طبعا هذا إذا كان التحرش في السوق مثلا ولا في الخارج لكن إذا بيئة العمل بيئة العمل هنا فيها فيها علامة استفهام ليش؟ لأنه قد يكون التحرش في هذه الحالة متكرر يعني امرأة تعمل في وزارة ولا تعمل في شركة ومديرها كل يومين طالع ونازل عليها ويتحرش فيها ويسمعها كلمات يعني قد يكون فيه تكرار فالتعاطي مع التحرش المتكرر يختلف عن التحرش لمرة واحدة طيب الآن لو كان التحرش متكرر كيف نتعامل معه؟ فيه أكثر من تعامل تعامل الأول بالقول وأخذنا مثال قبل قليل عن هذا الموضوع التعامل الثاني قد ترفع صوتها يعني إصراخ تصرخ لأن المرأة لما تصرخ رح تلفت النظر لمن حولها وإذا التفتو النظر هذا الرجل رح يخاف رح يبتعد عنها لأنه قد يكون التحرش فيه لمس وقد يكون التحرش فيه قرب جسدي وبالتالي في مثل هالحالات الأصراخ مفيد للصياحة بصوت عالي مفيد الصوت العالي بشكل عام مخيفي خوفه طبعا في بعض الأدوات ممكن المرأة تحملها معها يعني أكو أدوات تنبع يا مثلا فيه بخاخ تخلي معاها بالجنطة مثلا وإذا قرب منها رجل تأخذ البخاخ وتبخ بختين ثلاث على ويها ها دي يستخدمون نحيانا حق الحيوانات المفترسة فمن الواحد يبخ عليه بخة بختين تشوفونه خلاص يطيح في الأرض يعني يصير عيونه ما يشوف شي فهذه واحدة من الأدوات اللي ممكن المرأة تحطها في جنطتها وإما تروح وإما تمشي البخاخ عندها أنا ذاك اليوم واحدة كانت تقول لي عندي في استشارة تقول لي في واحد تحرش فيني بس أنا كنت حط في جنطتي شي اللي خليتها ينحاش قلت لها شحط في جنطتي شبخاخ قالت لا والله مو بخخ قلتها عيل شنو كانت تقول لي حط صفارة ما لاتكرت القدم قلتها لا والله شلون كانت تقول لي أبدا أنا ما أمشي إلا والصفارة في جنطتي قلتها ليش قالت لي من يقرب مني الرجل ولا يتكلم كلمتين بذيئة ولا يحاول يتحرش فيني أطلع الصفارة وصفر صفارة قوية اللي هو يرتعد ومن حولي كلهم يلتفتون ويبدون يشوفونها فإذا في أدوات ممكن تستخدمها المرأة لحماية نفسها من التحرش طبعا أنا ما بي أروح يعني خنقول إلى مستوى متطرف في هذا الجانب في قضية أن المرأة تكون مدربة كاراتي ولا فول كونتاكت ولا بعض الألعاب والفنون القتالية لكن لو المرأة كانت مدربة صراحة شيء أنا بالنسبة لي شيء جيد أنه في حال من الأحوال ممكن تدافع عن نفسها بالضرب لأنه هذاك معتدي عليها وبالتالي ضربها راح يكون ضرب دفاعي وليس ضرب هجومي وهذا لا يجرم حتى قانونا يعني الضرب الدفاعي لا يجرم قانونا إذا ثبت طبعا في التحقيقات أنه ضرب دفاعي فإذا في مجموعة أدوات ممكن تستخدمها المرأة غير الكلام غير النظرة الحادة غير الإصراخ غير الأدوات في واحدة من الأفكار اللي هو استخدام التوثيق التوثيق يعني مثلا شافت شاب وقاعد يلحقها في السوق مثلا ولا بيئة عمل ولا سيارة قاعد تلحقها هي قاعد تسوق سيارتها والسيارة تلحقها تروح تطلع التلفون وتفتح الشسمة الكاميرا وتبدي توثقه تصور فلما توثق وتصور هذا هنا يمكن يخاف يبتعد عنها وأنا قالت لي مرة واحدة في الاستشارات تقول لي كانت سيارة تلحقني فرح تطلعت أنا وسويت نفسي شدي أنا قاعد أصور وصورت رقم السيارة الرقم وصورت اللي سوق السيارة تقول شعن يمشي بسرعة ينحاش قلت لها زين سوتي فيه فإذن هذه كلها مسائل مفيدة بعدين فيه نقطة مهمة ننبه فيها النساء صراحة في هذا الجانب بمجرد ما يأتي رجل للتحرش ويقرب منك حاول يتركزين في ويها أو في إيده أو في جسمه إذا فيه علامة مميزة يعني مثلا يمكن يكون أكو شخط في الخد مثلا جرح أو يكون مثلا عنده مشكلة في فكة أو عنده مشكلة في أصابع إيده مثلا أو عنده مشكلة بالشتف مثلا أو رجل أطول من رجل لما يمشي يعني خل المرأة تصير ذكية وتحاول تصطاد علامة مميزة ليش؟ لأنه إذا اضطرت أن تشتكي للشرطة الشرطة راح يجيب المشتبه فيهم فبسهولة تقدر تعرفها من العلامة المميزة لكنها إذا ما ثبتت وإلى العلامة المميزة ما تقدر تعرف لو يجيبونها عشرة شباب قدامها تقول والله ما دري هو واحد منهم بس ما عرف أي واحد لكن لما يصير في علامة مميزة لا تقدر تدل عليه وهذه كلها حقيقة من الأفكار اللي ممكن المرأة إنها يعني تستخدمها يعني شوفوا هذه واحدة واحدة من نساء الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون في المدينة منورة لما دخل سوى معاهدة مع يهود بني قينقاع أنه يعني ما يصير في اعتداء ولا إيذاء بين المسلمين واليهود طول عمرهم من عهد يعقوب عليه السلام بني إسرائيل إلى زماننا هذا ما عمرهم احترموا ميثاق أو احترموا اتفاقية أو احترموا حتى عقد بيع شراء ألا لمصلحتهم إذا حس أنه الموضوع ما في مصلحة يا يسرق يا يبوك يا يخدع على حسب المهم فامرأة من بني قينقاع امرأة من الأنصار من المسلمين اليهود معروفين يهود بين قينقاع معروفين بالصاغة عندهم محلات لصياغة الذهب وبالمناسبة اليهود يعني تجار ذهب من زمان فراحت المرأة عندها حلي ادخلت الدكان علشان تصلح الحلي شوي هذا اليهودي البيع حبي أذيها فاش سوى وهو قاعد يصلح القطعة اللي هي عطتها إياه حتى يصلحها فنزل من تحت وربط طرف الفستان مالها بحديدة عندها في الدكان ليش؟ هو مخطط اليهودي هذا حتى إذا قامت المرأة تنكشف عورتها فإذا انكشفت العورة يعني نوع من أنواع الحيل والانتقام والاعتداء على المسلمين الشاهد أخلصت المرأة خدت حاجتها جاءت بتقوم وإلا الثوب مربوط شوار بينكم صار صعب كل واحد فيكم يتكلم على موجة الريال يتكلم موجة الام وإنتي تتكلمين موجة اف ام تحسون منتو قادرين تتفاهمون على بعض تحسون كل ما قلتوا كلمة وراها هوشة ولا صيحة ولا صراخ ولا كل واحد منكم زعلان اللي رايح غرفته واللي طالع بره البيت الحوار هو السر السعادة والاستقرار لما يكون الحوار ما هو ناجح ومحنا عارفين نتحاور مع بعض العلاقة تنتهي للتفكك أو الانفصال تعالوا عندنا في دكتور خطوة نساعدكم من خلال خدمة الاستشارات أو من خلال الدورات التدريبية أو من خلال الكتب اللي موجودة في الموقع حتى نطور الحوار ويكون علاقتنا علاقة سعيدة ومستقرة